بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الخامس والثلاثون والخاص بأساسية الASP.NET اليوم نحكي عن Multi View Control in ASP.NET ألا محمد ما تعرفه في هذا الدرس سنحكي عن Control الجديد ألا وهو Multi View Control اليوم سنحكي عن Multi View Control Multi View Control من اسمه هو عبارة عن متكون من مجموعة من Views تمام؟ وبحيث أن كل View بإمكانك أنك تحط بداخلها الـ Control اللي أنت بدك إياه فمثلا زي ما إحنا شايفين في عندي هون اللي هو Multi View 1 يحتوي بداخله على 3 Views اللي هو الـ View الأولى View 1, View 2 و View 3 وبداخل كل View بإمكانك أنك تحط الـ Control اللي أنت بدك إياه الآن خليني جي ننشأ مثال على ذلك بحيث أنه مثلاً بدنا نأخذ مثلاً معلومات الموظف تمام؟ بحيث أنه المعلومات بتم إدخالها خلين نحكي على شكل مجموعة من الخطوات المتتالية بحيث أنه الـ User بالبداية بيقوم بإدخال معلومات اللي خاصة فيه اللي هي الـ Personal خليني نحكي Details بعد هيك مباشرةً الـ User أو الـ Employee بيقوم بإدخال اللي هو معلومات التواصل اللي خاصة فيه وبعد هيك مباشرةً من قوم اللي هو بعرض اللي هو Summary من أجل أن الـ User مثلاً يعمل الـ Confirmation وبحيث أنه هاي الـ Confirmation مثلاً ممكن مثلاً بتسيب مثلاً على اللي هو مثلاً قاعدة البيانات تمام؟ بداخل طبعاً جدول معين أوكي الآن خليني نيجي بالبداية نقوم بإنشاء بهاي اللي هي الـ Views ولكن قبل ما نقوم بإنشاء بهاي الـ Views خلينينا حتى تكون الأمور واضحة زي ما إحنا شايفين عندي هنا طبعاً في عندي هنا مباشرةً هاي هي Multi View بالبداية بدي أقوم بإنشاء الـ Step 1 هي الـ Personal Detail بداخل الـ User اللي هو الـ Face Name والـ Last Name والـ Gender بعد هيك الـ User أو الـ Employee بيضغط على Step 2 فمباشرةً تظهر له اللي هي الـ Contact Details مباشرةً بيقوم بإدخال اللي هو الإيميل اللي خاص فيه واللي هو رقم اللي هو الموبايل بعد هيك مباشرةً بالضغط بيقوم بالضغط على الـ Step 3 فمباشرةً نحتاطيه اللي هو السمري مجرد ما الـ User يعمل Submit فبالتالي رح يصير confirmation فبالتالي ممكن مثلاً تتسيّف على مثلاً بداخل اللي هو جدول في قاعدة البيانات اوكي؟ إذا بتلاحظ أنه مباشرةً انه هاي إذا انك عملياً انت ملاحظ مع أنه هنا Step 1 Step 2 Step 3 بتلاحظ أنه هي عملياً في عندي هنا ثري ويب فورمز أو ثري ويب بيجز لكن فعلياً أنا عندي ويب فورم وحدة فإذا بطلح عندك هنا الـ URL هو ويب فورم 1 ويب فورم 1 ويب فورم 1 إذن هو مجرد أكثر من View عملياً هي تعطيك انطباع أنه في عندك انت عملياً أكثر من بيج لكن هي فعلياً موجودة بداخل بيج واحد بإمكانك طبعاً أنك تعمل هذا الأمر بتكنيك آخر بالتالي بإمكانك هناك تستخدم اللي هو Wizard Control أو بإمكانك مثلاً أنك تنشئ ثري بيجز وتصير عملياً بتستخدم بعد هيك اللي هو الكوكيز أو الكويري سترينج أو السيشن تمام؟ حتى أنك تمرر الديتا بيناتهم أوكي؟ إذن في مندي أكثر من تكنيك أبسط تكنيك اللي هو نستخدمه اللي هو Multi View Control أوكي؟ خلين نستخدمه طيب، بالبداية أنا عندي راح أقوم مباشرةً بإضافة اللي هو Multi View Control فبتالي راح أعمل هون W Click فمباشرةً نضاف لعندي هون Multi View إذا بتروح بداخله، إحنا بنعرف أنه Multi View هي بتتكون من مجموعة من اللي هي View، فبالتالي راح أقوم بإضافة اللي هو View، فرح هون مباشرةً نضغط W Click إضافة الآن أول View أوكي؟ إحنا الآن بدنا نقوم بإضافة اللي هي Three Views زي ما إحنا راح نشوف فبالتالي أنا Already عندي هون، إذن بالبداية خليني نضيف عندي هون اللي هي View الأولى بعد هيك راح أضيف عندي هون View الثانية تمام؟ وبعد هيك راح أضيف عندي هون View الثالثة الآن بداخل عندي هون View الأولى، راح أقوم بإضافة اللي هو HTML اللي خاص بهذا الشكل تمام؟ أنا Already كاتبه بداخل اللي هو فبالتالي حتى أوفر وقت في التصميم فبالتالي راح أخذ عمليا هاي اللي هي View الأولى طبعاً ال View الأولى راح أسميها عندي هون اللي هي View Personal Details As Is وبالتالي راح أقودها عمليا هون Copy Based فبالتالي هاي هي View الأولى راح عملياً أسميها بدل View 1 سميتها عندي هون View Personal Details تمام؟ الآن إذا بتروح مباشرة بداخل التصميم تباحها راح أتلاحظ أنه هنا عملياً إحنا بنعمل نبني اللي هو زي ما إحنا شايفين عملاً متعامل مع Table راح أتلاحظ أنه أول اللي هو Row تمام؟ فعلياً عندي هنا Row مقسم إلى قسمين أو خيني أخي عمودين لكن ب Row الأول عملياً أنا عامل لهنا Call Span شواني Call Span؟ كل Span معاته أنه ما في عندي أي Columns راح يكون فقط Row 1 فبالتالي إذا بتلاحظ أنه هنا مباشرة عامل كل Span اللي هو كام اللي هو 2 وبالداخل عملياً اللي هو التكست اللي إحنا بنتعامل معه إذا هذا هو عملياً أول اللي هو Table Row الأول Table Row الثاني اللي هو راح يكون في عندك 2TDs اللي هو TD الأولى اللي هي FirstName اللي موجودين دي هون وال2D الثاني اللي هي TextBox أنا سميتها اللي هي TXT FirstName الآن بالنسبة إلى ال Table Row التي تليها اللي هي بتمثل اللي هي LastName تمام؟ مع TD اللي هي TXT LastName زي ما إحنا شايفين الآن في عندك اللي هي LastName والTD الثاني اللي هي TXT LastName هذا للTable Row زي ما إحنا شايفين ال Table Row اللي هو الأخير تمام؟ أو قبل الأخير اللي هو بمثل الجندر والجندر زي ما إحنا شايفين هو Drop في عندك 2D اللي هي Label وال2D الثاني اللي هي بتمثل اللي دروب داون لست سميناه اللي هي DDL زي ما إحنا شايفين أوكي إذن هذا هو ال Table Row والTable Row الأخير اللي هون عامله كل سبان وطبعاً بداخله اللي هو البتون اللي هي PTN GoToStep اللي هي 2 اللي هي عماله راح يروح إلى ال Step اللي هي الثانية أوكي؟ طبعاً الآن خلين نروح إلى ال View الثانية ال View الثانية ال View الثانية مباشرةً راح يكون شكلها مباشرةً مشابه إلى ال Contact Details وأنا عملياً already مكاتب اللي هو ال HTML اللي خاصة فيها ورح أسمي ال View الثانية بدل View To راح أسميها View Contact Details أوكي؟ فرح أخذها هنا عملياً As As أوكي؟ ورح أعملها هنا Copy Paste زي ما إحنا شايفين الآن بداخل ال View الثاني إذا بتلاحظ معي هنا أنا هنا عملياً بتعمل مع Table فبالتالي راح يكون مندي ال Call Span اللي هو 2 بعد هيك ال Table Row الذي يليه راح يمثل اللي هو Label اللي هو Email Address وال TD الثاني راح يتمثل اللي هي TXT خاصة بالإميل وال Table Row الذي يليه راح يمثل Label اللي هو Mobile Number وبعد هيك TXT اللي هو اسمه TXT Mobile زي ما إحنا شايفين بعد هيك مباشرة راح نروح لل Table Row اللي هو راح يمثل اللي هو فيه Two Buttons البطن اللي هي Step 1 والبطن اللي هي Step 3 البطن اللي راح تعمل Previous لل View اللي قبلها والStep 3 راح ينتقل الى اللي هي Summary View أوكي فإذا الآن أنا في عندي Two Buttons زي ما إحنا شايفين كل واحدة بتكون في TD خاصة فيها إذا هذا هو ال Table Row اللي هو الأخير إذا هاي هي عملياً اللي هي الثانية اللي اسمها View Contact Details أما ال View الأولى في اسمها View Personal Details أوكي تمام الآن حتى تكون مرتبين الأمور عندي هون زي ما إحنا شايفين عندي هون خلين الآن نضيف عندي View الثالثة ال View الثالثة راح يكون شكلها مشابه تماماً عملياً لل Step 3 اللي هي Summary زي ما إحنا شايفين فبالتالي راح أروح عندي هون مباشرة بداخل ASP.NET أنا هنا أريد كمان كاتب اللي هو ال HTML اللي خاص فيها حتى أوفر اللي هو عنها عملياً وقت في الكتابة و راح أسميها عندي هون اللي هي View Summary فبالتالي هال View بدلاً من اسمها View 3 راح أسميها عندي هون اللي هو View Summary أوكي تمام الآن بداخل هاي عندي اللي هي View Summary لاحظ أنه مباشرة في عندي اللي هو Table ال Table الأول Call Span راح يكون له عملياً To فيه بداخله اللي هو التكس اللي هو Step 3 Summary تمام بعد هيك مباشرة لاحظ أنه الآن في عندي اللي هو Another Call Span اللي هو Personal Details تمام بعد هيك مباشرة راح ننتقل ال Table اللي هو راح يحتوي على 2Ds اللي هي Face Name تمام أيضاً راح يكون في عندي اللي هو ال Table اللي يحتوي على Last Name وال Label اللي خاص فيه زي ما احنا شايفين وهو Last Name وال Label اللي خاص فيه بعد هيك الجندر وال Label اللي خاص فيه بعد هيك راح يكون اللب موبايل تمام وبعد هيك مباشرة راح يكون في عندي Table اللي هو Raw راح يحتوي على 2Ds ال TD الأولى راح يتمثل اللي هي Step 2 وال TD الثاني راح يتمثل اللي هي Submit تمام إذن هذا هو مباشرة عملياً الأمر اللي راح نتعامل معه أوكي الآن مباشرة عندي هنا إذن في عندي 3 اللي هي Views الآن لو أزيد هنا بداخل ال Web Form تمام لو تروح بداخل ال Web Form على Design راح تلاحظ أنه في عندك 3 Views لأن لو حاولت أنت مباشرة تعمل كترل و F5 وتشوف شو اللي راح يعرض لك إياه عملياً ما راح يعرض لك أي شيء ليه؟ لأنك أنت ما خبرته أي View راح يقوم بعرضها لكن بدك تلاحظ أنه هنا في عندي في عندي هنا Something Error ليه؟ لأنه هنا أنا عامل اللي هو ال Event تمام فبالتالي خليني أشيل اللي هو ال Event عنهم فبالتالي بس خليني أشيل اللي هي ال On Click تمام أوكي وبالتالي عندي هنا اللي هو ال Event اللي هو ال On Click راح أشيله من عن اللي هو ال Button أيضاً راح أروح على ال Button اللي هي Step 1 راح أروح على Source تاحها وتأكد أنه ما في عليها أي Event حتى أشيله نفس الفكرة عندي هنا خليني أشيل ال Events الموجود هون وأيضاً راح أروح لل Step اللي هي 2 أوكي أيضاً عندي هنا اللي هي Submit هتأكد أنه ما في عندي أي Event فخليني أشيل اللي هي ال On Click أوكي الآن لو أجيت عندي هنا مباشرة وعملت Control و F5 لاحظ لاحظ أنه مباشرة على أطلي اللي هو Web Form فاضية فبالتالي ما فيها بداخلها أي شيء وعملياً هو ما قام بعرض أي شيء لا لـ View الأولى ولا الثاني ولا الثاني لأنك أنت عملياً ما حددت له أي View يقوم بعرضها بالتالي حتى تحدد له لـ View اللي أنت بدك إياه يعرضها فبالتالي لابد أنك تستخدم اللي هو Active View Index Property تمام؟ فبالتالي رح نيجي نحكي هنا مباشرة بداخل ال Web Form If Not Is Post Pack فبالتالي مباشرة رح تيجي تحكي عندي هنا مباشرة رح نيجي نحكي عندي Multi View 1 Multi View 1 Dot اللي هو Active View Index بتساوي عملياً 0 لأنها عملياً بتبلش من 0 أوكي؟ الآن مباشرة لو عملت كتر و If 5 مباشرة رح يعرض لي اللي هي أول View ولاحظ لاحظ أنه اللي الخاص فيها هو Web Form 2 الآن بديها لما يضغط على Step 2 مباشرة ينقل إلى View الثانية فبالتالي رح نضغط الآن W Click على Step 2 الموجودة عندي هنا هنا Double Click تمام فمباشرة هنا أعمل لي Generation اللي هي Step الثانية فبالتالي رح أخلي أخذ نفس هذا الكود وبالتالي هنا رح أخلي فقط اللي هو View State اللي هي التانية اللي هي رح يكون الاندكس تاحة اللي هو 1 فالآن نعمل Quitter Wave 5 ويتأكد أنه الكلام صحيح تمام بنفذ الأشياء اللي نتوقعه فبالتالي هنا لو عملت Step 2 مباشرة أعرض لي اللي هي Step 2 الآن مباشرة بديها لما يضغط Step 1 يرجع لي للإندكس اللي هو Step 1 اللي بيكون الاندكس تاحة كام 0 ولما يضغط Step 3 اللي ينقلني إلى Next View اللي هي الview الثالثة اللي بتمثل السمري فبالتالي مباشرة رح أروح هنا رح أضغط Double Click على اللي هو Step 1 ورح هنا مباشرة أحكي له إنه لما يعمل Previous فبالتالي I'll go to Step 1 فبالتالي رح يرجعه على الاندكس اللي هو الزيرو فبالتالي يضغط على Step 1 رح يرجع إلى الview الأولى اللي بيكون الاندكس تاحة كام 0 الآن بال Step 3 رح يوديك عمليا على الview الثالثة واللي رح يكون الاندكس تاحة كام 2 فبالتالي رح نجد نأخذ هذا نفس عمليا ونخلي الاندكس لإله كام اللي هو 2 فبالتالي الآن خلينا نجد نعمل كتر الآن رح يبدأ ب اللي هو Step 2 نقلني على Step 2 الآن بدي أرجع إلى الستيب الأولى مباشرة نرجع إلى الستيب اللي هو الأولى خلينا نرتقل إلى الستيب الثانية الآن بدي أروح إلى الستيب الثالثة وراح تلحظنا مباشرة نقلني إلى الستيب الثالثة تمام الآن بدي أكام لما أضغط مثلا على Submit مثلا ودي لي مثلا إلى confirmation مثلا page فبالتالي خليني هنا مباشرة أروح على solution وأضيف عندي هنا مباشرة another web form تمام وأخليها مثلا web form مثلا خلينا نحكي مثلا confirmation تمام . اللي هي ASPX فبالتالي راح يضيف لك عندك هاي اللي هي الweb form خلينا بداخلها مثلا نعملنا مثلا label مثلا معين مثلا data مثلا خلينا نحكي saved to the database أوكي على سبيل اللي هو المثال أوكي الآن مباشرة عندك هنا مباشرة لو رحنا هنا على اللي هو Submit فبالتالي بدي ألما يضغط على اللي هو Submit فبالتالي راح نجي نحكي له اللي هي response وعمل اللي هي redirect حول اللي هي مباشرة إلى اللي هو الـ redirekt بتاخد اللي هو العنوان الخاص بالurl راح نجي نحن مباشرة نعطي اللي هو tail اللي راح يمديني للروت وبعد هيك مباشرة اسم اللي هو web form اللي هي confirmation.ASP اللي هي X أوكي طعب الآن مباشرة راح أسكرها راح هنا مباشرة أحطها اللي هي الweb form الآن خلينا نضغط على ويف 5 مثلا يعني هو يعني عمليا لا زبود انها تتسيف مثلا على الداتا بيز لكن احنا من اجل تقليل عمليا الوقت عمليا حطينا اللي هو لابل بداخل الكونفرميشن دوت اس بي اكس اوكي تمام الان مباشرة عندي هاي الستيب اللي هي one step two step three الان ما يعمل عمليا من صبت رح يودي عمليا لهاي الكونفرميشن اللي هي page اوكي الان كي بدي مباشرة لما اقوم بتعبيه البيانات في view الاولى بعد هيك رح يعبريها بالview الثاني بدي يعرض ليها بداخل view اللي هي الثالثة فبالتالي عندي هون مباشرة لابد تمام انه بداخل عندي هون لما يجي يضغط على عمليا على هاي الويب لما يجي يضغط على الستيب الثالثة عندي هون فبالتالي لابد يعرض لي البيانات كلياتها فبالتالي بالبداية رح أخذ عملياً اللي هو FirstName LastName الجندر فبالتالي رح نيجي نحكي عندي هنا حتى أعرض البيانات رح أعرضها بداخل بالبداية FirstName رح أخذ قيمتها من TXT اللي هي FirstName رح أعرضها بداخل LBL FirstName فبالتالي رح أجي هنا مباشرةً وأجي أحكي عندي هنا LBL اللي هو FirstName dot اللي هو Text مباشرةً رح يكون اللي هو TXT FirstName dot اللي هو Text تمام؟ بعد هيك مباشرةً LBL عملياً اللي هو LastName dot Text بيساوي مباشرةً TXT اللي هو LastName dot Text نفس الفكرة بالنسبة خلينا نشوف اللي هو الجندر رح يكون LBL gender dot اللي هو dot اللي هو خلينا نحكي تيكست بيساوي عملياً اللي هو DLL gender dot اللي هو SelectedItem dot اللي هو Text أوكي بعد هيك الآن انتهينا من الفيو الأولى بمعلوماتها الآن رح نأخذ email address وال mobile number ونعرضهم طبعاً بداخل LBL email وال LBL mobile أوكي فبالتالي رح نحكي عندي هنا مباشرةً اللي هو LBL home email dot اللي هو Text بيساوي مباشرةً txt email dot اللي هو Text بعد هيك مباشرةً LBL mobile dot اللي هو Text بيساوي مباشرةً txt mobile dot Text اوكي الآن انتهينا من اللي هي عملياً اللي هي view الثانية اللي بيتمثل view contact details اوكي الآن خليني يجي مباشرةً نعمل هو ctrl و f5 الآن خليني يجي نعبي هنا معلومات ونتأكد انه عملياً بيعرضي المعلومات بشكل صحيح الفيرس name مثلاً محمد اوكي last name مثلاً هارفة الآن اللي هي mail step 2 انا نقلني هنا مباشرةً إلى step 2 راح ندخل هنا الإيميل مثلاً محمد underscore معرفة at hotmail dot com mobile number مثلاً اللي هي 0123456789 اوكي الآن step 3 مباشرةً نعرض لهاي المعلومات هي الفيرس name last name والجندر وال contact details زي ما احنا شايفين الآن مجرد نضغط على submit مباشرةً نحول إلى data بحكي لي data save تمام data save أو المفروض تكون data saved to the database اوكي بتمنى ان يكون درس اليوم واضح عن كيفية التعامل مع الملتي view control اوكي خيراً خيراً thanks for listening and have a great day اشتركوا في القناة